أعربت دولة الإمارات عن أسافها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع المزاعم والإدعاءات التي وجهت إليها حول التطورات في عدن مجددة موقفها الثابتة كشريك في التحالف وعزمها على مواصلة بذل قصار جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السيد سعود حمد الشامسي نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بصفته الوطنية أمام الاجتماع الوزاري الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي يوم أمس حول التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط في إطار البند المعنون صون السلم والأمن الدوليين وأكد الشامسي على قلق دولة الإمارات البالغ الذي عبرت عنه في تصريحا رسمي قبل أيام إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وعلى دعوتها للتهديئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين واختتم الشامسي بيانه مجددا موقف دولة الإمارات الداعي لجميع الأطراف على التركيز على الأهداف المشتركة في اليمن كما جدد دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفث ترجمة نانسي قنقر